نرجع مع حضرتك مرة تانية سيد النائب وكننا بنبدأ عطعتنا آسف كلام حضرتك لكن عشان ما كناش نقطع في نص الكلام عن تكامل بقى احنا بنقول دايماً الدولة المصرية بتشتغل بالتوازي ما بنعملش حاجة وبعدين نخلص حاجة فمنها جلسات الحوار الوطني المستمرة وليش شايفين مجلس الأمناء وبدأ في ناحية تنظيمية وتنظيمية اللجان المختلفة واللجان المنبثقة وتم تحديد المواضيع وبدأ حتى كان فيه بعض الرؤى خاصة بموضوعات بتلمس هذه الموضوعات وإن قلنا يعني على سبيل المثال كان موضوع التنمية المحلية من الموضوعات المطارة في بداية هذه المناقشات داخل جلسات الحوار الوطني لو بدأنا نتكلم عن التكامل بقى هنا طريق الحوار الوطني مع وجود هذه التغييرات الوزنية يعني اسمح لي أن أنا أطلق على الحوار الوطني هو فرصة تاريخية هو فرصة تاريخية لجميع القوى السياسية المصرية يمكن كان طول عمرنا نتحدث أنه نفسنا يبقى في حالة حوار ما بين القوى السياسية المختلفة وما بين الحكومة أو النظام السياسي أعتقد أنه الحوار الوطني هو فرصة تاريخية للقوى السياسية علينا جميعا أن نتحد من أجل الخروج بمخرجات تفيد الصالح العام وتفيد الدولة المصرية يمكن من ضمن الأشياء التي تدعو إلى التفاؤل أولا بداية من الدعوة الدعوة تمت عن طريق سيد الرئيس السيد الرئيس حينما يعلن إطلاق حوار الوطني حوار وطني شامل يتسع للجميع طبعا باستثناء من تلوث يده بدماء المصريين لأن الشعب المصري لن يتقبل هؤلاء أن يعودوا للمشهد مرة أخرى أعتقد أنه دعوة السيد الرئيس بتعطي الحوار الوطني أهميته اعتدنا من الرئيس السيسي أنه رجل جاد ورجل حازم ورجل حينما يتحدث عن ملف هو يتحدث عن ملف ويكون تم دراسته بشكل كبير جدا أعتقد أنه الرئيس حينما دعا إلى الحوار الوطني كان يريد مشاركة الجميع كان يريد مشاركة جميع القوى السياسية بالفعل تم إطلاق الحوار الوطني بداية من تشكيله واسمح لأشيد باختيار الأستاذ دياء رشوان كمنصقا للحوار الوطني أعتقد أنه من الشخصيات الوطنية والشخصيات أيضا اللي بتمتاز بالحيادية والشفيفية أيضا اختيار المستشار محمود فوزي وهو من الشخصيات اللي يعني الشخصيات زول كفاءة العالية الشخصيات الموضوعية اللي عنده خبرات كبيرة جدا في العمل العام والعمل السياسي لأنه كان بيشغل أكثر من منصب مرتبط بالعمل العام أعتقد أنه أيضا التنوع اللي موجود داخل مجلس الأمناء بيعطينا صورة واضحة أنا عايز عشان تاني موضوع التنوع وأسف للمقاطعة نربطه بتنوع اللي موجود في الحقائب الوزرية الجديدة والتعديلات الوزرية فكرة أنه موجود إحنا عندنا في مجلس الأمناء ده كثرة من قطاع خاص إحنا شايفين دلوقتي أيضا في التعديلات الوزرية عناصر من الكفاءات المشهود لها في القطاع الخاص في المجتمع المدني في الخارج زي ما قلنا في الشباب هذه الفكرة وإن قلنا أنها موجودة زي ما حاج بتشيد فيها في الحوار الوطني موجودة دلوقتي في هذه التعديلات الوزرية مضبوط يعني زي ما قلت حضرتك التنوع اللي موجود في الحوار الوطني التنوع في اختيار الشخصيات التنوع في اختيار الشخصيات اللي بتنتمي إلى طيارات سياسية معينة أو أفكار أو أيديولوجيات معينة كذلك هو نفسه هو التنوع الموجود داخل الحقائب الوزرية اللي تم اختيارها النهاردة بنجد هناك كفاءات بنجد هناك أشخاص من أبناء الوزارة بنجد هناك أشخاص من أشخاص اللي بينتموا إلى القطاع الخاص ويمكن تجربة القطاع الخاص خليني أذكر بس سيدة المشاهدين بأنه هناك أحد الوزراء الحاليين الموجودين داخل الوزارة وهو وزير الكهرباء وزير الكهرباء هو حينما تولى الوزارة الدكتور محمد شاكر هو كان رجل جاء من القطاع الخاص واستطاع أن يتقدم بهذا الملف بشكل كبير جدا احنا كنا دولة عندنا مشاكل كبيرة جدا في قطاع الكهرباء كنا دولة عندنا عجز كبير جدا استطاع من خلال دعم الدعم الكبير من القيادة السياسية أن يجعل من هذا الملف أو من هذه الوزارة هي وزارة مصدرة للكهرباء للعالم كله وإحنا شايفين كل الربط الكهربائي ما بين الدولة المصرية والخليج والسعودية وغيره إذن القطاع الخاص حينما يتم اختيار أشخاص بناء على كفاءات وبناء على سيفي محترم أعتقد أنه من المصلحة العامة للدولة المصرية أن يكون هناك تنوع ما بين الوزراء من أبناء الوزرات وما بين وزراء بينتماء القطاع الخاص